اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشيرا إلى الجهود القائمة لسمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الدفع قدما نحو مزيد من الإنجازات والمكتسبات الرياضية وأكد سموه على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الرياضية في مملكة البحرين والاتحاد الدولي للرياضة للجميع متمنين التوفيق للاتحاد ومجلس الإدارة في برامجه وفعالياته للفترة المقبلة من جانبه أعرب السيد عيسى عبد الرحيم عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على رعاية ودعم سموه لإقامة اجتماع الجمعية العمومية وانتخابات مجلس الإدارة لدورة الانتخابية 2022-2026 للاتحاد الدولي للرياضة للجميع في مملكة البحرين والذي شاركت في 45 دولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة